نهاردة كان محافظة القلوبية اللي هو عبد الحميد الهجان يتابع المشروع القومي لطبطين الترع اللي احنا بنتكلم عليه ولسه بنتكلم معه نائب هشام حسين وده الملف اللي هو الدولة بتشتغل عليه وبيكون مطالبات النواب اللي ممكن نتعامل مع هذه المنظومة ولكن زي ما بقول كده علينا ان احنا نوفر للمواطنين الاول البدائل بتاعتهم وناس بشكل واضح اللي بيتم في مثل محافظة القلوبية زي ما حاكم بتشوفوا كده انه ده جزء من المشروع اللي بيتم على مستوى كافة المحافظات فمحافظة القلوبية النهاردة بيتفقد جانب من تنفيذ المشروع الخاص بطبطين الترع طبعا دي بتكون مصارف صغيرة اللي بتكون وسط الاراضة الزراعية دي اللي بيكون من على ترعى رئيسية بيبقى بتاخد منها المياه للمصرف اللي قدام حضراتكم ومنه بناخد منه ليه بيكون في المواتير او مكان مكينات او كده بتنقل بتاخد بتبدأ عملية رأي الاراضي الزراعية طبعا بيكون الوضع النهاردة مختلف زي ما المية واللي بتنفذ وزارة الموارد المائية في كافة المحافظات في توقيت واحد لان ده مشروع كبير عايزين يعني ياخد عملية التوقيتات وكافة شركات المقاولات بتشتغل في عملية تبطين الترع زي ما احنا بنشوف كله شغال في هذا المشروع النهاردة والهدف ان احنا غير ان احنا نوفر المياه وغير لا انا كمان عشان اقدر اعمل منظومة الكبيرة الخاصة بيه منظومة الري وايضا بحافظ على صحة المواطنين لما تشوفوا الكلام ده النهاردة بالشكل ده والناس اللي احنا بنطالب وننادي كل المواطنين انهم يحافظوا على المياه تبقى مياه نظيفة زي ما هي من غير ما حد يقترب ويرمي يعني قمامة او غيره محتاجين ان الحكاية دي كل مواطن في الميت مليون يحافظ على اي نقطة مياه موجودة في ترعى موجودة حتى لو موجودة في بيته او هو بيقوم بعملية الري و احنا بنتكلم على الري الحديث الري بالتنقيط اللي هو بيكون ايضا استخدام المياه الحديثة في الاراضي الزراعية ونقدر نشتغل على هذه المنظومة اللي الدولة شغال عليها بقالها فترة ايضا في عدد من المحافظات واللي احنا عايزين ايضا تشمل كافة المحافظات وفيه دعم كبير لهذه المبادرة من خلال ايضا مساعدة الناس ياخدوا قروض البنك المركزي ايضا موفر هذا الامر وبنك التنمية الزراعي بساعد المزارعين في توفير قروض لهم وبالتالي نحن نقدر نستخدم ايضا الري الحديث في مختلف ري الاراضي الزراعية على مستوى الجمهورية هيكون فايدة للناس فايدة في مسألة توفير حاجات كتيرة بوفر اول حاجة المية رقم اتنين بوفر من الايد العاملة رقم تلاتة بوفر من استخدام الكيماء والسماد وغيره رقم اربعة وده بيكون مهم العائد كمان بيكون المحصول بانتاجه اكتر يعني ان احنا بنخفض اولا عدد العمال وبالتالي يكون عدد العمال اقل وده بيوفر لك فلوس المهم كمان الانتاج بيكون اكتر من المعتاد وبالتالي كمان يبقى عندك دخل اكتر فاذا استخدمنا هذه المنظومة مع قيام تنظيم دورات تدريبية او توعية لاهلين الفلاحين مزارعين بحر قبل في كل مكان على لاهمية منظومة الري الحديث بتوفر لك قدية وبالتالي نقدر نعمل عملية رشاد زراعي ليهم وعملية التوعية ليهم زي ما احنا بنعمل ليهم بنعمل كمان في موضوع الترع والحفاظ على الترع والحفاظ على نظفتها لانه زي ما بقول كده نظفة دي بتعود علينا في بيت بتعود علينا في الاكل بتاعنا بتعود علينا في الاراضي اللي احنا بنرويها بمياه نظيفة بدل ما رويها بمياه ملوسة فده فرق كبير جدا انو في الاخر انت بتروي ايه بتروي ارضك طيب ارضك انت زرعها ايه زرع قمح زرع شعير زرع درة زرع فكهة زرع خضار زرع بنجر بتزرع ايه احنا بنزرع كده زرع قصب سكر فكل ده في الاخر مين اللي بيستفيد من احنا احنا العائد ليه نحنا فتاني بقول وبتكلم في الموضوع ده كتير لانه عارف اهمية هذا المشروع بنسبلنا كدولة وبنسبلنا كمان كأسر احنا بنقعد ونعيد ونزيد ونتكلم ونعرض تقارير ونعرض فيديوهات كل يوم بدل المرة اثنين وثلاثة لانه عايزين الناس الرسالة تصل للجميع اللي ليه ولي ملهوش احنا بنتكلم على ميتنا احنا بنتكلم على بلد بتشتغل على بتصرف مليارات عشان المعالجة السونية والسلسية حتى الصرف الزراعي بنعملين مليارات عشان اقدر كمان اوفر مية لاراضي احنا بنعملها دلوقتي بنصل الصحة او بنعيد تأهيلها في سيناء ستمائة الف فدان او سبعمائة الف فدان او نصم لكن بنعمل مساحات كبيرة في سيناء النهاردة طب هنوفر مية منين طب محطات الصرف اللي احنا بنعملها النهاردة انفاق كبير جدا معالجة محطات المعالجة السونية او السلسية بنصرف مليارات ليه البحر التنقية مياها البحر كل ده ليه عشان اوفر مية لنا اوفر مية للناس بدل ما باستخدم المية دي في فنادق باستخدمها في ري لا باستخد بعمل معالجة دي عشان استخدم في الزراعة استخدم في فنادق وهكذا واخلي المية الحلوة المية اللي احنا بنشربها فلازم كلنا نبقى متابعين لهذا الامر ونبقى كمان يعني خايفين على كل نقطة مياه كل نقطة مية والله في بيتك كمان في احد بيغسل عربية محطات او غيره لازم نبقى خايفين على المية مسألة ترشيد المية دي مهمة بالنسبة لنا جميعا ترجمة نانسي قنقر